اشتركوا في القناة لكن قال إن الله يقول في الإنفاق لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهذا يؤيد قول أبي ذن رضي الله تعالى عنه وأرضاء على أن الإنفاق من أعظم القربات وأهل العلم يقولون إن المال نذيس للإنسان فإذا أراد الإنسان أن يرصخ الطاعة في قلبه إذا أراد الإنسان أن يرصخ الطاعة في قلبه فلينفق فكلما كان الإنسان قادراً على الإنفاق كان ذلك أكثر يعانةً له أن ترسخ الطاعة في قلبه الأمر الثالث أن الإنسان المؤمن يعلم أن وراءه حياة برزخ ربنا رب العزة والجلال يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعذون ومعلوم أن الحياة الدنيا على ظهر الأرض وأن حياة الآخرة على أرض المحشر ثم إلى جنة أو إلى نار أما حياة البرزخ فأين موطنها؟ موطنها القبور ربنا يقول ألم نجعل الأرض كفاةً أحياءً وأمواتاً فبهرها للأحياء وباطنها لماذا؟ للأموات هذه القبور يقول صلى الله عليه وسلم بالحليل الصحيح يقول إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور فالمؤمن إذا فطن إلى هذا الحديث وعلمه واستشعر صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلا ريب ولا شك أعظم الصادقين من الخلق إذا استشعر هذا علم أن الإنفاق يقيه الله عز وجل به حر القبور ولا بد من دخول القبور فلما يسمع المؤمن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يطفي بالصدقة عن أهلها حر القبور يزداد إنفاق وعادة أوتيا